بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نتكلم على الـ 2-Sylenoid اللي هو ال-ILM-E وال-ILM-E دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا عندي ده ال-ILM-E وهنا عندي ال-ILM-E تمام؟ اللي هو الـ Interlocking Magnet للـ Disconnector والـ Interlocking Magnet for RCA ادي شكل المجنط هو بتاع الـ Air Switch و ادي شكل المجنط بتاع الـ Disconnector الموضوع بكل بساطة ان هو كان عشان عملية الـ Manual Operation ان انا عايز ده دلوقتي يصير الـ Position Switch فلو طلع الـ Operator ومسك الهندل وابتدى يجي يلف في السكينة ممكن يكون هو اصلا طلع عشان يلف في الـ Disconnector يلف في الاتجاه الغلط فهييفل ايه بالمنظر ده على الباسبر بتاعي وبالتالي عشان امنع الخطأ بتاعي ده اثناء عمليات التشغيل فغزبط عليه ان هو الاول لازم يكون هيختار وضع معين لعملية التشغيل المانيول ايه هم هيلف في تجاه الـ Disconnector ايه هم هيلف في تجاه ايه لو هو اختار وضع الـ Disconnector هيلاقي السلونويد عندي دي تشتغل والسلونويد زي ما انتو شايفين هنا كده فيه اللي هو زي السلك هنا ده ده هيشيل زي آآ لك كده من قدام الترس اللي هو بيسمح لي بالدوران في اتجاه ايه قفل او فتح الـ Disconnector ونفس الكلام بالنسبة لأيه للـ بس مش مجرد ما هو اختار او خلاص يدوم السلونويد دي يشتغل ويبعد زي اللوك بتاعهم من قدام المطور كده وخلاص والمطور او ان انا اقدر هلف في اتجاه براحة الاء لان انا برضو عندي مشكلة ان انا ممكن اكون مختار وانا اصلا في الحقيقة المفترض ما يقفش في الـ عشان كده خليه بتاع السلونويد دي مش مجرد ان انا اختيار فقط لا بلاص اني لازم يكون الانترلوكينج متحقق يبقى انا دلوقتي لو الانترلوكينج عندي متحقق بلاص ان انا اختارت وضع دي اس او اي اس بلاص ان الدور سويتش ده اه يكون مفتوح يعني لازم يكون الباب عندي ده مفتوح لان هنا كده فتحة الباب في عندي دايما تلاتة اللي هو واحد بيبقى خاص به اه الشورتينج اللي بيحصل على المطور عشان يعمل اه فاصل ستوبينج للمطور وهي فيه اللي هو بيقطع سكة الالكتريكا وفيه اللي هو بيوصل سكة الايه المانيول فالشيء طبيعي طالما انا اشتغل بلازم افتح الايه افتح الايه افتح الايه وهو هنا بشرح لك خطوات المانيول الابريشن كاملة وبيقولك ازاي تلافق في اتجاه او سواء ايه عملية اوبن. تمام كده? فانتلوقتي فعلا فاتح الباب والانتلوقك عندي متحقق فاضل حاجة واحدة ان انا اختار لو اخترت مسلا ادي هو بالزبط السنوات عندي يشتغل وشد اللي ايه شد السلكة اللي هو الواير اللي هو الميتال واير ده وبالتالي فتح السكة قدام الترس ان انا اقدر الفف اتجاه مين الديسكنكتور ودي نفس الكلام بالنسبة لايه للارس سويتش هناك طبعا الاثنين انتلوقك بتامهم متحقق ليه لان انا قريدي عندي الفيدر بتاعي انا فاتح فيه كل السككين وكل الاراضي لكن لو انا مسلا سي قفلت الباب اهو تاني وسي مسلا كنت اقفل الديسكنكتور وجيت مسلا اعيز اعماني الابريشن فجيت فتحت الباب واخترت مسلا واضع ان انا هايز اقفل افتح ارسسويتش او هافتح ارسسويتش مثلا. هاجي اختار هلاقي الدجمة بتاعتهم او السلونويت بتاعه ما اشتغلش وبالتالي اللوك بتاعه ما له ما تشغلش. لكن ينفع شغل بس مين? السلونويت بتاعت الدسكنكتور. لكن بتاعت ما استجابتش معي. ليه الدسكنكتور لان هو الانت اللوك بتاعه متحقق هو مقفول فقدر ايه افتحه. تمام? دي كده ايه الموضوع بكل بقصود.